الغرابة في هذه القصة يا أستاذ أن الأسماء كانت مطروحة لدى الإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية ويعرفون بها ودخلوا جولة أولى ولكن القنبلة أو اللغب كما أسميته انفجر بعد معرفة تتائج جولة الأولى زيان إذا شلال الكريم بعثي وانشنتو عنه وليش قبلتو يدخل لا لا أولا لا لا أولا لنحسم قضية تمجيد حزب البعث يعني إذا كنا دولة حقيقية إذا كنا طبعا لسنا دولة حقيقية أقول إذا كنا دولة حقيقية فهناك قرار قضائي بات وملزم أصدرته الهيئة التمييزية القضائية للانتخابات قالت فيه أن هذا الفيديو لا يمثل تمجيدا لحزب البعث بالتالي أي حديث الآن عن شعلال الكريم وعن موضوع حزب البعث هذا يعني أنه يتعارض مع قرار قضائي بات وملزم للسلطات كافة وبالتالي من يعترض عليه يعرض نفسه للمسائلة حتى نحسن هذا الموضوع هناك قرار قضائي بات وملزم يقول أن ما قام به شعلال الكريم ليس تمجيدا طبعا هذا القرار أيضا ديليفيري حتى تكون واضح يعني هو القرار القضائي هذا هو ديليفيري يعني أيضا إجا أوردر للقضاء بأنه سلمون ديليفيري بأنه السيد شعلال الكريم ليس مشمولا لأنه من يراجع هذا القرار سيجد أن الهيئة القضائية قالت أنه يعني ليس مجرد إطلاق عبارة تمجيد هو تمجيد لاحظ دكتور نجم نعم نعم دكتور وإنما يجب أن يكون هذا التمجيد مستمرا ومنهجيا لاحظ لاحظ الديليفيري في حين تم اشتثاف صالح المطلق على سبيل المثال من الهيئة القضائية لأنه قال جملة في مجلس النواب سجلت عليه بالتالي أنا هنا يعني أعترف لك بأنه هذا القرار القضائي هو قرار ديليفيري كالعادة ككل قرارات القضاء في العراق هي قرارات ديليفيري ولكن بالنهاية هو قرار صادر عن هيئة نييزية لا يمكن الطعام فيه وهو بات وملزم لهذا لنحسم موضوع البعثية شعلال الكريم هذا موضوع حسم ولا يمكن العودة إليه بالتالي استخدامه هو مجرد يعني قنابل دخان للتعمية وليس حقيقيا هذا واحد الأمر الثاني المهم هو هذا المهم لأنه دائما ما تقوم القوى السياسية بالاتفاق معها أكثر من طرف بمعنى تعطي وعد لهذا الجهة أو تلك الجهة ثم تذهب وتصوت باتجاه آخر وهذا جزء من عدم مصداقية النظام السياسي العراقي هناك كتل سياسية تعد أكثر من طرف بأنها ستصوت له ثم سذهب في النهاية للتصويت تبعا لمصالحها وليس تبعا لاتفاقاتها الأخطر من هذا هو هذا الانقسام الحاد والشديد داخل الإطار التنسيقي يعني نتائج انتخابات يوم أمس أظهرت انقساما حادا داخل الإطار التنسيقي لهذا صوتت إطار التنسيقي لثلاثة مرشحين هو صوت لشعلان الكريم وصوت لسالم العساوي وصوت لمحمود المشهداني وهذا يعكس مشكلة التحالفات في العراق بأنها ليست تحالفات حقيقية وإنما تحالفات إبراقباتية لأغراض مصلحية لهذا تنقسم تبعا لمصالحها في اللحظة الحاسمة طيب أنا أشكراك